موسيقى عزيزي المشاهدين أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات من كلمة الرب أتمنى أنتم تكونوا كويسين كلكم وبتستمتعوا ببركات ربنا ليكم طوال الأيام تأملنا النهاردة هيكون عن المعمودية والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل متة إصحاح 28 والأعداد 16 لحد 20 إنجيل متة 28 من 16 لحد يريد لو معكم الكتب المقدسة بتاعتكم تفتحوها واتتابعوا معنا الآيات بتقول وأما الأحد عشرة الميزاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلامهم قائلاً دفع عائلية كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح الكدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوسيطكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر خلونا نصلي إلهنا الحبيب من عماق القلب يا رب نشكرك ونعظمك من أجل محبتك لينا نشكرك يا رب لأنك عظيم لأنك محب لأنك يا رب قتحت لينا الفرصة دي علشان نتجمع كلنا ونتأمل في كلمتك المقدسة اللي هي أحلى من العسل وقطر الشهاب يا رب من فضلك باركنا وحفظنا دايماً احنا بنعظم اسمك وبنشكرك من أجل كل البركات اللي انت بتدهاننا في اسمك استجيب ولا كلمك آمين زي ما قلت حضرات المشاهدين التأمل بتاعنا النهاردة هيكون عن المعمودية هتكلم عن ثلاث حاجات رئيسية النهاردة هتكلم عن إيه هي المعمودية إيه هي طريقة المعمودية الصح وإيه هي شروط المعمودية في البداية عايزة أقول لكم معنى المعمودية المعمودية هي إحدى الفرائد اللي الرب يسوع طلب من تلاميذه إنهم يمرسوها المعمودية هي وصية من وصية الرب يسوع اللي أمر بها تلاميذ إنهم يعملوها بعد صلبه وبعد قيامته وصعوده للسماء والمعمودية هي كلمة يونانية الأصل معناها تغطيص أو غمر تحت الماء المعمودية معناها غمر أو تغطيص تحت الماء وكانوا بيستخدموها اليونان للإشارة إلى حالة السفينة وهي تغرق أوكي بحنا كده عندنا فكرة عن معنى كلمة معمودية في الأصل بتاعها أوكي والمعمودية هي رمز للاختصال من خطيانة السابقة ونلاقي الكلام ده في سفر أعمال الرسل الأصحاح 22 وعدد 16 أصحاح أعمال الرسل أصحاح 22 وعدد 16 لما حنانية بيقول شاول اللي تغير وبإيبولس الرسول بيقوله والآن لما تتوانى كم واعتمد واخص الخطياء دعيا باسم الرب يبقى هنا المعمودية هي رمز للاختصال من الخطايا السابقة المعمودية هي رمز لبدء حياة جديدة مع الرب خلع الحياة العطيقة تخلص من الحياة القديمة وبدء حياة جديدة مع الرب مع السيد المسيح المعمودية برضو هي رمز لدفن حياتنا الماضية ودي بنقراها في كولوسي 2 وعدد 12 هنا بتقول لنا الآية مدفنين معه في المعمودية التي فيها وكمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات يبقى المعمودية هنا برضو هي رمز لدفن حياتنا القديمة الحياة القديمة اللي أنا كنت بعيشها زمان في الخطيئة دلوقتي أنا دفنتها أنا تخليت عنها ودلوقتي قمت مع الرب يسوع مع السيد المسيح في حياة جديدة يبقى هي رمز للدفن الحياة العطيقة الحياة القديمة والعيش في جدة الحياة في حياة جديدة مع السيد المسيح يبقى احنا كده خدنا فكرة عن إيه هي المعمودية إن المعمودية هي كلمة يونانية الأصل معناها غمر أو غوص وبتشير لحالة السفينة وهي بتغرق في الأصل اليوناني وهي رمز للاختسال من خطيانا السابقة وهي رمز لدفن حياتنا الماضية رمز لدفن حياتنا الماضية الحياة القديمة اللي أنا كنت بعيشها زمان تخليت عنها وبدايت إن أنا عيش حياة جديدة مع شخص السيد المسيح يبقى دي أول حاجة أنا حاب إن أنا أتكلم عنها معاكم النهاردة ما هي المعمودية دلوقتي هننتقل للجزء التاني اللي أنا عايز أتكلم معاه عنه معاكم وهو بخصوص طريقة المعمودية يا ترى إيه هي الطريقة الصح للمعمودية يا ترى في طريقة معينة الكتاب المقدس بيوصينا بيها بخصوص المعمودية إحنا عارفين طبعا إن المعمودية هي بتتم بالمية أوكي ما فيش أي مادة تاني بتستخدم للمعمودية غير المية دي حاجة ما فيش أي نزع عليها أو أي مشاكل بس في طريقة معينة بتتم بيها المعمودية وهي التغطيص لازم المعمودية تتم بالتغطيص من معنى كلمة معمودية المعمودية زي ما قلنا معناها غوص أو غم تحت الماء يبقى إذن المعمودية لازم تتم بطريقة التغطيص لازم الشخص كله يكون تحت المية لازم يغمر تحت المية والآية فيه آية كمان اللي احنا عرناها من شوية اللي هي في كلوسي اتنين اتناشر واللي بتقول ما تفونين معه في المعمودية التي فيها وقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات ما تفونين معه في المعمودية هنا الدفن بيشير إلى أن الشخص كله بينزل تحت المية يبقى إذن الطريقة الكتابية الصح للمعمودية هي التغطيص الكتاب المقدس بيقول لنا أننا احنا مدفونين معه في المعمودية يعني احنا نزلنا معها تحت المية في المعمودية يبقى الطريقة الصح الكتابية الكتاب المقدس بيعلمها لنا بخصوص موضوع المعمودية هي التغطيص دي تاني حاجة حابب أن أتكلم معاكم عنها النهاردة طريقة المعمودية بأول حاجة أتكلمنا عنها هي ما هي المعمودية عرفنا عرفنا المعمودية التعريف الكتابي للمعمودية ودلوقتي اتكلمنا عن طريقة المعمودية الطريقة الصحة الكتابية للمعمودية النقطة التالتة اللي انا عايز اتكلم معاكم عنها النهاردة شروط المعمودية يا ترى هل في شروط الكتاب المقدس بيحطها للمعمودية ولا بس مجرد ان الواحد بيتعمد كده وخلاص وما فيش اي شروط ولا اي قيود بتتحطى على الشخص اي هي الشروط الكتابية للمعمودية اي هي الحاجات الاساسية او الشروط للكتاب المقدس بيحطها للمعمودية اول حاجة التلمزة اول شرط من شروط المعمودية هو التلمزة لو رحنا مع بعض لانجيل متى 28 اصحح 28 وعدد 18 و19 نروح مع بعض لانجيل متى 28 18 و19 دي الايات المقدسة اللي احنا قريناها في بداية التأمل بتاعنا النهاردة بتقول لنا الايات فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمزوا جميع الامم السيد المسيح هنا بيقول تلميزوا اذهبوا الروح الاول للامم وتلمزوا وتلمزوا نخلي الناس تلميذ للمسيح تابعين للمسيح يبقى فاذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح الكدس يبقى قبل المعمودية بتيجي التلمزة بيقول فاذهبوا وتلمزوا وعمدو عمدو التلمزة بتيجي قبل المعمودية يبقى لازم قبل ما الشخص يعمد لازم يتوافر فيه او تتوافر فيها الشخص الشرط ده اللي هو التلمزة لازم الشخص يتلمز لان يكون تابع للسيد المسيح ده الشرط الاول الشرط التاني هو الايمان الايمان والاية بنلاقيها في موركوس 16 وعدد 15 و16 نروح مع بعضينا لانجيل موركوس اصحاح 16 وعدد 15 و16 الكتاب المقدس بيقول لنا هنا وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدا السيد المسيح هنا حط شرط تاني للمعمودية هو الايمان لازم الشخص يؤمن بالسيد المسيح علشان يكون صالح ومناسب للمعمودية هنا بيقول من امن واعتمد الكلام واضح جدا جدا ومفوش اي غموض من السيد المسيح السيد المسيح بيدينا كلام فمنتهى الوضوح ومفوش اي مجال للشك لازم الشخص يكون مؤمن بالسيد المسيح علشان يكون صالح او مؤهل للمعمودية واللي بيأكد الكلام ده اكتر قصة في لوبوس والخصي الحبشي اكيد كلنا عارفينها قصة في لوبوس والخصي الحبشي اللي هي موجودة في اعمال الرسل نروح مع بعض للقصة دي ونقرأها شوية مع بعض ونتأمل فيها نشوف ايه اللي حصل في القصة دي اعمال اعمال الرسل الاصحاح الثامن والاعداد ستة وتلاتين وسبعة وتلاتين اعمال الرسل الاصحاح الثامن وستة وتلاتين اعداد ستة وتلاتين وسبعة وتلاتين بتقول هنا وفيما هما سائران في الطريق هنا اديكم فكرة موجازة الاول عن قصة الخصي الحبشي وفي لوبوس الخصي الحبشي كان مروح لبلده كان في زيارة لقرشاليم الفلسطين وهو مروح لبلده في اثيوبيا او الحبشة كان ركب المركبة بتاعته وكان فاتح سفر اشعياء من العهد القديم وكان بيقرى فيه وكان بيقرى من صح تلاتة وخمسين اللي هو كان بيتكلم نبوء عن السيد المسيح السيد المسيح هيجي وهيموت وهيصلب وكل الحاجات دي هتتم فهو كان بيقرى وما كانش فاهم الكلام اللي بيقرى فالروح القدس ارشد في لبس اللي هو واحد من تلميذ السيد المسيح انه يروح ويرافق المركبة اللي كان راكب فيها الخصي الحبشي وفعلا في لبس راح ومشي جنب المركبة اللي كان فيها الخصي الحبشي وقال له هل انت فاهم الكلام اللي انت بتقرأ فالخصي الحبشي وقال له بصراحة انا مش فاهم ولو في حد يفسر للكلام هتكون حاجة كويسة ففي لبس ابتدى يشرح له الامور المختصة بالسيد المسيح ابتدى يعرفه عن الايمان والخصي الحبشي فعلا في النهاية بعد ما في لبس كلمه عن السيد المسيح اقتنع وامن وطلب من في لبس انه يتعمد والايات اللي انا بقول لكم عليها دلوقت ان احنا ندراها هي من عمال الرسل 8 من 36 لعدد 38 وفيما هما سائران في الطريق اقبل على ماء فقال الخصش هو زماء ماذا يمنع ان اعتمد فقال في لبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز اقرر اي مرة كمان فقال في لبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فاجاب وقال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله يبقى هنا ازا بوضوح بكل وضوح ان فيه شرط اساسي للمعمودية هو الايمان ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز يجوز ان تتعمد يبقى ازا الشرط الاول للمعمودية اعزائي المشاهدين هو ايه ايوا التلمزة الشرط الاول هو التلمزة الشرط التاني هو الايمان لازم الشخص يكون مؤمن بالسيد المسيح لازم الشخص يكون عنده ايمان كامل بالشخص الرب يسوع بالشخص السيد المسيح بموته ودفنه وقيمته وصعوده الى السماء تالت شرط من شروط المعمودية هو التوبة التوبة نروح مع بعضين لصفر عمال الرسل برضو لصحاح الثاني وعدد ثمانية وتلاتين صفر عمال الرسل الصحاح الثاني وعدد تمانية وتلاتين سبعة وتلاتين خلينا نقرأ من عدد سبعة وتلاتين الاول بيقول لنا الكتاب المقدس هنا فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم مين هما اللي نخصوا في قلوبهم اللي هما الناس اللي كانوا مجتمعين يوم الخمسين لما بطرس الرسول القى العزة بتاعته وثلاث تلاف نفس اعتمدت في اليوم ده في يوم الخمسين فلما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة وعدد تمانية وتلاتين فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح الكدس كلام الرسول بطرس هلا واضح جدا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح الرسول بولوس حط شرط ثالث هنا للمعمودية هو التوبة قبل قبل المعمودية بتيجي التوبة لازم الشخص يتوب من كل قلبه عن خطايا اللي فاتت لازم يفتح صفحة جديدة مع الرب مع السيد المسيح لازم يتخلى عن كل الخطايا القديمة اللي عملها وبعد كده يبدأ صفحة جديدة مع السيد المسيح المعمودية هي رمز ان انا بدفن كل الخطايا القديمة كل الخطايا اللي انا عملتها قبل كده بدفنها وبطلع بقوم مرة تاني انسان جديد انسان طاهر ناقي بفتح صفحة جديدة مع السيد المسيح بتوب عن كل الخطايا اللي انا عملتها قبل كده بكون انسان فعلا جديد يبقى ازا ده الشرط الثالث من شروط المعمودية هو التوبة نرجحهم مرة كمان مع بعض الشروط اول شرط هو التلمزة اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم التلمزة لازم نخلي الشخص تلميذ لسيد المسيح تعبع لسيد المسيح تاني شرط الايمان من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدا وفي لبس لما اكلم الخصي الحبشي وقال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز الهيمان هو شرط اثاسي من شروط المعمودية واخر شرط من شروط المعمودية هو التوبة التوبة وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لازم الشخص يتوب الاول من خطايا القديمة الحياة القديمة اللي كان بيعيشها زمان ويفتح صفحة جديدة يقوم انسان جديد مع شخص السيد المسيح دلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه هل الشروط اللي احنا ذكرناها دلوقتي هل الشروط دي تتوافر في طفل صغير هل الطفل يصلح ان هو يتعمد هل الطفل متوافر فيه التلات شروط اللي احنا ذكرناهم التلمزة الايمان والتوبة هل الطفل هو تلميذ تابع للسيد المسيح وايه اللي بيعرفه الطفل الرضيع اللي مثلا عنده يوم او حتى سنة عن السيد المسيح وايه هي ايه هو الايمان اللي عنده علشان يؤمن به بيؤمن بسيد المسيح وايه هي التوبة اللي هيتوبها الطفل ايه هي الخطايا اللي اقترفها الطفل علشان يتوب عنها هل الطفل يصلح للمعمودية بحسب الكتاب المقدس الكتاب المقدس لا يذكر معمودية اي طفل على الاطلاق الكتاب المقدس واضح جدا جدا بخصوص الموضوع ده الكتاب المقدس بيقول أن المعمودية هي الأشخاص البلغين اللي تتوافر فيهم الشروط اللي احنا ذكرناهم دي تلمزة، الإيمان، التوبة بس لو واحد مثلا قال لي احنا بنعمد الطفل على إيمان والديه علشان لو الطفل مات أبوه و أمه ما يخدوش زنبه طيب دلوقتي الكتاب المقدس برضو واضح جدا بخصوص الموضوع ده علشان في صفر حسقيال صحح 18 وعدد 20 الكتاب المقدس بيقول لنا أن الإبن لا يحمل من إث الأب أو الأب والأب لا يحمل من إث الأب بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون يبقى لما تقول لي أن الطفل أو الأب والأم هيشيره خطيط أبوهم أقول لك أن الكتاب المقدس بيقول أن الإبن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الأب يبقى كل واحد بيشيل زنبه اللي بيعمل شر بيتحاسب عليها واللي بيعمل خطيطة بيتحاسب عليها الكتاب المقدس واضح جدا 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 بخصوص الموضوع ده وإذا قلت أن أنا بعمد الطفل هو صغير علشان أحميه من العذاب علشان لو مات الطفل هو متعمدش يبقى كده هيروح للنار وهيتعذب فيها فأنا بحميه بكده من العذاب برضو مين أنا كإنسان بشري علشان أحط نفسي مكان ربنا ربنا هو القاضي العادل وهو المحب هل تعتقد هل تعتقد أن الله يرضى أنه يخلي طفل عنده أربعين يوم أو خمسين يوم يحطه في النار ويقعد يعذبه هل ترضى بكده هل هو ده إله المحبة إله العادل اللي احنا بنعبده لا أعتقد كذلك الكتاب المقدس واضح جدا جدا وبيقول أن المعمودية هي الأشخاص البالغين الأطفال ما ينفعش أن هم يتعمدوا الكتاب المقدس واضح جدا بخصوص الموضوع ده وما ينفعش أن نحن نحط نفسنا مكان ربنا ونحط نفسنا مكان نقول أن نحن القاضي وبنحكم بالنيابة عن ربنا وبنقول أن الشخص لازم نعمد الطفل علشان ما نخلهش يروح النار لا ربنا يعرف أكتر مننا يعرف إيه هو الأصلح لنا أنا ما عرفش إذا كان ربنا هيعمل إيه في الطفل ده هو اللي يعرف هو القاضي هو الديان العادل وهو اللي ليه السلطة الوحيدة أن يقول إيه اللي يحصل للطفل أنا ما ليش أي سلطة أن أنا أعملها بخصوص الطفل ده وكمان عايزين نعرف يا جماعة أن المعمودية دي حرية شخصية أنا كده بسلب الإنسان من حريةه الشخصية لما بعمد الطفل جبرا وهو صغير أنا كده بسلبه من الحرية اللي السيد المسيح الدهاله السيد المسيح عايزنا أن احنا نتبعه من كل قلوبنا وإحنا أحرار وإحنا بنتبعه مش مجبرين فالقرار لازم يكون قرار شخصي مش علشان أبوي أم قالوله لازم أتعمد يبقى أنا لازم أروح أتعمد لا لازم الشخص يكون نابع لازم يكون القرار نابع من كل قلبي أنا اللي أقرر إذا كنت عايز أتعمد ولا عشان ده مصيري أنا مصيري أنا ومش مصير أي حد تاني والله هو اللي حسبني على القرار اللي أنا أخدته ده فربنا يساعدنا ربنا يساعدنا أن احنا فعلا فعلا نركز في الموضوع ده أن احنا فعلا نعرف الكتاب المقدس بيقوله لنا بخصوص موضوع المعمودية أن المعمودية مش لأي شخص وخلاص المعمودية للأشخاص اللي تتوفر فيها الشروط اللي احنا قلناها دلوقتي أتمنى أتمنى من كل قلبي فعلا أن فعلا تكون العزة دي سبب بركة لكم كلكم وأن هي تكون سبب بركة لأزهانكم علشان تعرفوا الطريقة الصحة للمعمودية تعرفوا إيه المعنى الصحيح للمعمودية تعرفوا إيه هي الشروط المعمودية ومين الأشخاص اللي هم صالحين للمعمودية مش مجرد أي حاجة بنعملها وخلاص مجرد فريضة بتتعامل وخلاص لا لازم نعرف المعنى بتاعها بالزبط وليه بتتعامل وليه السيد المسيح أوصانة بيها جد أتمنى من كل قلبي أن تكونوا تباركتوا النهاردة وأن العزة تكون سبب بركة كبيرة لكم تكون سبب انطباع كويس معاكم علشان تاخدوا قرار أنا مش مجرد بقول كلام بس وخلاص أنا بس عايزكم تفتحوا كتبكم المقدسة وتعرفوا إيه الكتاب مقدس بيقولوا بخصوص الموضوع ده علشان برضو ده موضوع مصيري موضوع مهم جدا 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 ولازم نعرف إيه الكتاب مقدس بيقولوا علشان ده قرار شخصي ده قرار شخصي وأنا اللي هكون هتحاسب عليه بعدين لازم أعرف إيه الكتاب مقدس بيقولوا بخصوص الموضوع ده علشان أنا أعرف أحدد أعرف أقرر لنفسي إيه اللي أنا هعمله وهتمنى أن فعلا أنه ربنا يكون معاكم في كل خطوة ويبرككم في كل قرار هتاخدوه ربنا معاكم كلكم ويبرككم في اسم المسيح آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة